عاوز انتقل الى قائمة نادي الزمالك قائمة نادي الزمالك فيها مجموعة من المفاجآت اول حاجة هقول لكم مين هيرحل على نادي الزمالك المفاجأة الكبيرة ان عواد قاعد ليه عواد قاعد تعرفين ان فيه محمد ابو جابل حارس اول ومعاه كابتن جنش حارس تاني ومعاه محمد صفي حارس تالي وعواد موجود والو عواد ماشا عواد كان خلاص رايح لسيراميك عواد فشل في الاتفاق المالي مع سيراميك فشل في الاتفاق المالي مع سيراميك هو بياخد مام متوسطه في الخمس سنوات في نادي الزمالك 16 مليون فطلب 10 مليون من سيراميكا كيلو باتر طبعا مبلغ كبير مبلغ كبير جدا على فريق صعد لدور الاضواء مبلغ كبير على حارس لنادي الزمالك خارج حسابات الجهاز الفني سواء باترس كارتيرو أو باتشيكو مبلغ كبير جدا يعني ليه ليه فهنا قال لهم لا خلاص هنقعد في نادي الزمالك بمنطق صالح جمعة وبمنطق جيرالدو أنا قاعد بو باخد فلوس لعبتوني لعبتوني ما لعبتونيش ما لعبتونيش هل ده منطق؟ هل ده اسلوب؟ هل ده طريقة؟ اللاعب لازم يبقى عمده طموح يعني انت رايح نادي الزمالك عشان تاخد فلوس يا كابتن عوال ما بتلعبش يا سيدي شوف لك فرصة تانية في حتة تانية روح لعب موسم وارجع لنادي الزمالك وحرص مرمى محمد الشناوي عماله ليه كده؟ محمد أبو جبل نفسه عماله كان موجود ما كانش بالعب في الزمالك راح سموحة كسر الدنيا وراح منتخب رجع لنادي الزمالك ولعب أساسي صبر شوية وانت بتلعب يا عواد وبعدين مستوىك تراجع لعب اسمه اي ده؟ لعب أبو جبل فالفكرة يعني عواد ألوم لا خلاص أنا قاعد في النادي الزمالك وباخد عادي وخلاص ألعب ألعب ملعبش ملعبش فالتفكير القائم هو إعارة محمد صبحي حارس منتخب مصر الأولمبي الأول محمود جاد ما كانش موجود في التصفيه فلو راح فرقة ولعب هياخد فرصة وحينافس على اللعب أساسي في المنتخب الأولمبي في الدور الأولمبية فمحمد عواد قاعد ومحمد صبحي هو اللي هيمشي وموجود كابتن جنش وكابتن محمد أبو جبل ده في حارس المرة طيب مين تاني حيمشي؟ حيمشي كاسونجو كابونجو الفتوة اللي لعب مصرعا بارح اللي كل الناس قالوا إن باتشيكو أخطأ بمشراكو بدلا من شيكابال وقالوا إن كان مفترض إن اللي ينزل محمد أناد لإن محمد أناد ما عنده مهارة وبيعرف بيعد من واحد لواحد شيكابالا دي له كورة في ظهر المدافعين يجري زي الحصان ويروح يزج لكن ما كانش موفق بالمرة مبارح وحتى شيكابالا لما لعب هافليفت ونزل بين شرق المركز عشرة الزمالي خسر لاتنين الزمالي خسر لاتنين فهنا كسونجو كابونجو بيشوفوه بيعة محمد حسن لعب وسط الملعب نفس الفكرة قالك محمود عبايز رجع لعب كويس ورجعه محمد أشرف روء محمد أشرف روء رجع لدعم خط الوسط ومحمد عبد السلام مدفع نادي الزمالي بردو جود باندو جود لك وبيحاولوا يخلصوا عبدالله البك وبيحاولوا يخلصوا نبيل عماد دونج لكن بيرامدز يرفض الاستغناء عن أحد لكن المفاوضات شغالة وخلال التمانية واربعين ساعة دول وارد أي مفاجآت وأي صفقات من الأهل والزمالك لدعم القائمة قبل التسجيل يوم تلاتين ليه؟ لأن يوم واحد ديسمبر إن شاء الله الساعة خمسة الزمالك هيلعب تلاقي على الجيس في الكاس والساعة تمانية الأهل هيلعب للتحاد السكندري في الكاس قائد والفائز منهما يلتق في النهائي يوم خمسة بإذن الله ويبقى كده اللي ماشي من الزمالك محمد عبد السلام المدافع محمد حسن كاسونجو كابونجو محمد صبحي ولايسا محمد عواد المهاجم عمر السعيد اللي الزمالك ما استفدش منه هذا الموسم بالمر وكانه في بداية الموسم كان هو هيمشي أظن هيروح المقاصة ولا فين وقال لك لا أنا قاعد برضو وعاند وخسر الموسم كله وكريم بامبو الجناح الخطير اللي عمل موسم طيب في الموسم الماضي مع الإسماعيلي ولكن لم يحصل على فرصته ده خناد الزمالك دول ماشيين طب مين جاي راجح حميد أحداد أفضل من كاسونجو كابونجو عمل موسم رائع جدا مع الرجاء المغرب قالك هنرجعه ومش هنمشي وأحمد فتوح باكليفت يعني كنت كمان عندك عبدالله جمعة أصلا كان بلعب هاف رايت ودلوقت اتلعبه هاف ليفت زي الفل ورجله حلوة ومهاري وبيسدد وهكذا فرجع أحمد فتوح اللي هو كان معارل اسموحة وكان لعب منتخب مصر في الجابهة اليسرى ومحمد أشرف روقة لعب الوسط وحمزة المسلوسي النجم التونسي كظاهير أيمن بقى عندك حمزة المسلوسي وحزم إمام وحمد عيد وحمد عيد خامة طيبة وقدى أداء طيب في الفترة الماضية ثم المفاجأة في أمير عادل المصري المحترف في أوروبا اللي كان ظهر في بعض الفترات مع منتخب مصر الأول ولكنه لم يحصل على فرصة يبقى الصفقات الجديدة اللي في نادي الزمالي اللي هيتم قدها يوم لتنين إن شاء الله حميد أحداد رجع أحمد فتوح الباكليفت محمد أشرف روقة الخط الوسط حمزة المسلوسي الباكرايت التونسي أمير عادل اللي هو المحترف المصري في أوروبا وبيحاول ينهد دلوقت صفقة دونجا وصفقة عبدالله الباكر اللي ماشي عمر السعيد كريم بامبو محمد عبدالسلام محمد حسن كاسونجو كابونج ايه تاني ده بالنسبة لصفقات الزمان أمير مرتضى اتفق مع جون إدوارد الثالث عشر وكيل عبدالله جمعة على عقد جلسة يوم اتنين اتنين ديسمبر بعد ماتش طلاع الجيش لتجديد عقد عبدالله جمعة وتمديده وترضيته وترضيته لسه بقى عقد جنش ولسه عقد فرجاني ساسي كله كان قال لك ايه ما اجل العود لبعض افريغي ولسه يوسف اوبا فهنشوف الفضل اللي جاي في العيب في نادل اسماعيلي كان لفت نظر مستر موسيماني وتواصل معاه احد الزملاء من اسرة الاعداد وهو عبدالرحمن مجدي عبدالرحمن مجدي ابلغ اسرة اعداد نجم الجماهير مع عمك لابو المهات زاكي انه تواصل مع امير توفيق شان اللي بقول هو تواصل معنا مع احد الزملاء قال له ان هو تواصل مع امير توفيق متواصل معاه وابلغه برغبته في اللعب للنادي الاهلي ابلغه برغبته في اللعب للنادي الاهلي وطلب من امير توفيق ان ينهي الاهلي الصفقة مع قدرة الاسماعيلي في هدوء لعب خامة كويسة ومهارة كويسة ومكسب للنادي الاهلي لو جيه ومكسب للاسماعيلي لو تنواع الموجود فده خبر مهم جدا 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 بالنسبة لي عبدالرحمن مجدي وكان لنقلع جب عبدالرحمن مجدي ومكريم العراق البكري البكري لايك وشير وصلي عزين عشان هيبقى معنا دلوقتي مكلمة مهمة ان شاء الله تساعدكم وتساعدنا وتفرحكم وتفرحنا لاحد نجوم النادي الاهلي العظام على مر العصور ونجم كبير نعايز ان نعرف رأيه في المبارعة متفي معاه على المداخلة هنشوف هوت وحنتكلم مع بعض ان شاء الله مكسب النادي الاهلي اسعد كل اجياله وكل لعبية وانبارح كابتن علامة يهوب عمل واحدة كده ادى واحدة سوبليكس برضو لجمال العدل في فيديو على موضوع بقول ان كان جمال العدل بقولك ان انا بفرح بخسارة الاهلي اكتر ما بفرح بفوز فريق ده منطق غلط افترض تفرح بفوز فريقك ومنكش تعب الاخر لما يبقى منافس ليك يفرح لخسارته يجنون لك هفرح بخسارة الاهلي اكتر من فرحتي بفوز الزمالك وده امر غريب جدا 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 في هذا الاطاب شركة استداد عملت نهائي رائع وتلقت اشادة من الاتحاد الافريقي لكرة القدم يا كابتن يلا يا كابتن هوى طب خلاص يا كابتن نعجل نعجل انا هوقت انا تنيت نهات مأجل المكالمة الاخر طب يا كابتن اتفاضل يا كابتن اه طبعا الخاطب عامل حافلات طبعا فوس كبير جدا فوس كبير جدا